وحتى هذه اللحظة اتذكر اول مرة شفت فيها استعراض نظام اللعب لعنوان ستار وورز جداي فالن اردر في معرض اي ثري قبل عدة سنوات وقتها ستوديو ريسبون الرائع قرر اتخاذ مغامرة جديدة بتقديم لعبة مش من منظور الشخص الاول لكن من منظور الشخص الثالث ومع عناصر غير متوقعة مأخوذة من العاب مثل سلسلة السولز الشهيرة او حتى مترويد الان وبعد مرور عدة سنوات نلقى نفسنا في موعد مع الجزء الجديد وما تتخيلون الحماس الكبير اللي نستقبل فيه هذا الجزء بعد تجربتنا الاكثر من ايجابية مع الجزء الاول اللعبة تبني على اساسات الجزء السابق وافكارها الاساسية مع تقديم تطويرات تبرر سنوات التطوير الطويلة في اللعبة تقدر تتنقل بين عدة كواكب وتستكشفها عبر لعب مهمات القصة الرئيسية وبتلقى كثير من الاثار والمعلومات عشان تجمعها بالاضافة لصناديق وادوات مختلفة والانها تحافظ على عناصر مترويد الاستكشافية فبتلقى العديد من المسارات المتفرعة او المخفية حتى اللي بتحتاج تزورها لاحقا بعد ما تحصل على القدرات المطلوبة لتخطيها الان عندنا نقطتين مهمة نطرحها تتعلق بالمقارنة بالجزء الماضي اول شي تم اضافة المهام الجانبية للعبة وهذا شي كان يفتقد الجزء الاول اثناء اللعب بتلتقي عدة شخصيات جانبية واللي بتعطيك شي اسمه اشاعات وهذه الاشاعات بتكون عبارة عن مهام جانبية وجربنا اكثر من مهمة جانبية وكان التنويع فيها كبير وما حسينا بالملل اطلاقا بعضها كان يحتاج قدرات خاصة وايضا التفكير لحل لغز معين في كثير اشياء انسوية حتى بعيد عن المهام الجانبية مثلا عندنا لعبة مصغرة للاعتناء بحديقة وجمع اصناف الاسماك المختلفة او حتى مطاردة الباونتي هونترز وعندك بعد عدة متاجر في اللعبة تقدر من خلالها انك تشتري ادوات ومقتنيات تستفيد منها في رحلتك وعلى ذكر المقتنيات احد مشاكل الجزء الاول كانت ضعف المكافآت الخاصة بالاستكشاف في هذا الجزء المطورين قدموا عدة مكافآت متنوعة من الاستكشاف ونتكلم عنها بالتفصيل في البداية عندنا تخصيص الشخصيات وهذا يتضمن بطلنا وايضا مرافقة للرجل الالي الصغير وهذه المرة البطل يقدر يبدل ملابسة كاملة بالاضافة لشعر الرأس والوجه والاسلحة وغيرها اغلب الصناديق في اللعبة بتحتوي على محتوى التخصيص ولكن في مكافآت اخرى مثل البركس وهي ميزة جديدة تقدر تفعلها وتعطيك نقاط تفوق متنوعة بعدها بتحصلها اثناء الاستكشاف وبعدها بتقدر تشتريه من المتاجر حصريا داخل اللعبة والقتال في اللعبة لازال ممتاز جدا ويعتمد على قدرات السيف المضيء وقدرات الفورس الخاصة بمقاتلي الجدعي ويعتمد نظام اللعب على التغيير بين عدة وضعيات للقتال مثل ما كان في الجزء الاول وفي الجزء الجديد بيكون فيه عدة وضعيات جديدة وما راح نذكرها هنا عشان ما نحرق عليكم الاحداء لكن اللي نقدر نأكدة لكم هو انها تقدم تنوع رائع في اللعب وبتخلي كل شخص يلقى طريقة الخاصة في القتال في اللعبة بتواجه العديد من الاعداء المتنوعين بعضهم يعتمد على القتال عن بعد وغيرهم عن قرب وبعضهم مدرع وبعضهم ضخم الحجم وبعضهم يطير وبعضهم على الارض لكن يبدو ان اللعبة بعض الاحيان تعاني من الغباء الاصطناعي ويمكن يكون هذا جزء من مشاكل اللعبة التقنية اثناء اللعب واجهنا اعداء يشوفونا بشكل واضح ولا يقاتلونا واحيانا نواجه اكثر من عدو ونلقى واحد منهم متصنم يواجه الجدار بدون اي سبب واللعبة تقدم تسهيلات كثيرة لللاعبين واعجبني بعضها واشوف انها مفروض تكون اساسية في جميع الالعاب ومش بس هذه اللعبة بالاضافة لكون اللعبة تقدم خمس مستويات صعوبة مختلفة ترضي الجميع واللعبة ايضا تقدم تسهيلات توفر الكثير من الوقت وتجنب الاستفزاز مثل تعطيل اوامر ضغط الازرار المؤقتة او اللي نسميها QTE وايضا تعطيل الاستنزاف الصحة اذا طحت اثناء التنقل بين المنصات القصة بشكل عام كانت افضل من الجزء الماضي ولكن لازلت اشوف ان البعض ممكن يشوفها مملة والسبب برأيي يمكن يكون قيود عالم ستار وورز وقصة الرئيسية ويمكن هو العالم نفسه وشخصياته واحداثه بشكل عام لكن ان كنت تحب هذا العالم سواء من الافلام والمسلسلات فبتلقى هنا جنتك الخاصة وما عندنا اي شك ان هذه اللعبة هي افضل ما انتجه لعالم ستار وورز في عالم العاب الفيديو بشكل عام وخصوصا مقارنة بالجزء الاول يتضح بشكل كبير تركيز اللعبة على تقديم لمسات سينمائية واعرف قد ايش هذه الكلمة تستفز البعض فمثلا نشوف العديد من المقاطع السكريبتد وايضا المقاطع السينمائية العرضية في قتال بعض الزعماء الرئيسيين لكن الصدق ما نقدر نعترض لسببين الاول هو ان المشروع بالاساس هو تجربة سينمائية تم تحويلها الى لعبة والثاني هو ان محتوى الجيم بلاي الواسع بيرضي رغباتك بشكل كبير وما راح تكترث للجوانب الاخرى واخيرا نتكلم عن جانب الجرافيكس والفنون في اللعبة هذه اللعبة يمكن تكون احد اجمل العاب الفيديو على الاطلاق لما فيها من مناظر خلابة وتصاميم جميلة سواء للبيئات المفتوحة او المغلقة وكلها تحاكي عالم ستار وورز بشكل مذهل تقنيا وفنيا لكن في شي محبط نوعا ما اللعبة تستهلك موارد الجهاز بالشكل كبير جدا في اللعبة فيه طور الاداء وحسب الشرح فهو يعطي معدل اطارات اعلى من الطور الاساسي ولكن يخفض الدقة الى 1440p حتى اثناء اللعب بطور الاداء فمعدل الاطارات نظريا يترنح بين 30 الى 50 اطار في اغلب الاوقات والرسوم تتغير بالشكل المستمر بالجودة والدقة اما الطور الاساسي او الكواليتي بالدقة القصوى فهو احيانا يبدو بطيء لدرجة ان الشعور كأنه 20 اطار في الثانية اذا كنت من محبي عالم ستار وورز وقدرت تجاوز مشاكل اللعبة التقنية بتحصل على تجربة مغامرة رائعة مليانة احداث وفرص استكشاف ومقتنيات تجمعها وشخصيات تتعرف عليها بكل تأكيد فريق ريسبون انترتينمنت اثبت انه محل ثقة وان اللي شفناه في الجزء الاول ما كان من باب الصدفة واليوم يتفوق على نفسه مرة ثانية في هذه اللعبة الجديدة